السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم المطبخي كل عام وحضراتكم بخير اه نهاردة عملنا مع بعض اول صنف حلوى المولد مولد النبو الشريف صلى الله عليه وسلم عملنا اه مربة جوز الهند وزوئناها كده بالفواكه المسكرة والزويد اه هي زي ما حضراتكم شايفين بسم الله ومشاء الله عليها نعمة جدا جدا وطعمها في منتهى الروعة اه صنف جميل جدا من حلوى المولد جريت لو عايزين تعرفوا الطريقة بتاعته تابعوني الاخر الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم المطبخي كل عام وحضراتكم بخير اه نهاردة عملنا مع بعض اول صنف حلوى المولد مولد النبو الشريف صلى الله عليه وسلم عملنا اه مربة جوز الهند وزوئناها كده بالفواكه المسكرة والزويد اه هي زي ما حضراتكم شايفين بسم الله ومشاء الله عليها نعمة جدا جدا وطعمها في منتهى الروعة اه صنف جميل جدا من حلوى المولد جريت لو عايزين تعرفوا الطريقة بتاعته تابعوني الاخر الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله صلى وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم حبيبي يا رسول الله كل سنة حضراتكم طيبين اه ومناسبة المولد النبوي الشريف ان شاء الله عضا الله عليكم باليوم والبركات يا رب ان شاء الله اه ان شاء الله النهاردة هنعمل نوع من انواع حلويات المولد اه وهي مربة جوز الهند هي اسمها كده مربة جوز الهند اللي هي بيكون فيها سكر كده وبتضوب في البق وبتبقى جميلة قوي اه انا عن نفسي بحبها جدا وعندي هنا بيحبوها قوي انا هعمل بس بعض اصناف اللي والذي بيحبوها والذي بيحبها يعني عشان في بعض حاجات بصراحة في حلوة المولد اه احنا ملناش تقل عليها فعشان كده هنعمل بقى مع بعض ايه حاجات معينة اه المقدير بتاعتها اه متين وخمسين جرام سكر معايا تمانين ملي مية معايا اه مية جرام جوز الهند مية خمسة عشرين جرام جوز الهند هنشوف كده هي هتاخد ايه ده جوز الهند ناعم يعني مبشور ناعم وانا عملته في الكبه كمان على اساس ان انا عايزة ناعم او يعيزة باودار كده تمام وهناخد معانا اه معلقة صغيرة اه الله مصرع لاني عسل كولوكوز معلقة صغيرة عسل كولوكوز اه ده عسل نوعية جيدة يعني من النوعيات الجيدة اه هو بقى معلش يعني هو دوت لازم بتعمل في بقى في حلويات المولد عشان هو اللي بيدي التست بتاعها عشان يعني تديك التست والطعم بتاع المصانع هنروح بقى نسمي الله كده ونروح على البتجازة عشان نبدأ نشتغل مع بعض كل سنة وحضراتكو طيبين وهنبدأ دلقة يا حبيب قلبي انا حطيت آآ آآ عندي آآ طاصة ستلس آآ حلس ستلس اي حاجة بس المهم يكون جدارها سميك علشان خاطر الشربات بتاعنا ما يتحرقش بسرعة تمام على اصغر عين في البتجازة عندنا ممكن نوطيها كمان شوية هنسمي الله ونحط تمانين ميلي المية بتاعتنا وهننزل عليها بالربع كيلو السكر هنعمل ايه بقى دلوقتي هندهن المعلقة الصغيرة اللي انا هاخد بها عسل الكولوكوز هندهنها بالزيت علشان خاطر العسل اللي اتزحلق منها بسم الله اللي برطمان عسل الكولوكوز بيفتح بصعوبة بسم الله طب ماشي انا هفتحو وهرجعلكو تاني دلوقتي هنبلل المعلقة بتاعتنا بالزيت وناخد معلقة صغيرة من عسل الكولوكوز اهي زي ما حضاركوش شايفين بصورت اتزحلق ازاي دي حاجة كويسة جدا فيها يعني ان احنا ندهنها بالزيت قبل ما هنحطها على النار وهنسلم اللي بقى وهنبدأ ندوب السكر مع عسل الكولوكوز والمية وهنسيبهم على النار هادية لمدة خمس دقايق مع التقليد وهتيجي عند درجة معينة وانا هقول لحضراتكو ان هي كده الدرجة دي كده خلاص السكر بتاعنا استوى وننزله جوز الاند. دلوقتي اثناء ما الشربات على النار هنجيب صانية فاضية صانية مربعة ونجيب كيس من بتاع التلاجة حابين بقى نحط ورق زبدة مفيش مشكلة حابين نستريتش راب مفيش مشكلة بس بصراحة الستريتش راب بيغلس اه اما بنيجي نحطه على قلب صانية بيلم كده وبيدايق الواحد يعني وهنعمل اي بقى دلوقتي هنجيب نقطة زيت نقطة زيت صغيرة كده بس عشان خاطر اه مايرزقش الخليط بتاعنا لما هننزله على النار اهو بسم الله اهو بشكل ده كده 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 احنا حضرنا للاسانية دلوقتي الشربات بتاعنا على النار بقى له خمس دقايق طبعا عشان احنا سايبينه على نار هادية فشايفين ان اللونه مضاياش فاحنا هنعملو تيست دلوقتي هنجيب شوية مية برده وناخد نقطة كده ونشوفو لسه شوية لسه آآ نقطة الشربات ساحت مع المية ده كده دليل ان هي لسه اهم حاجة عندنا ان الحروف بتاعتنا انا بنزلها بالسيليكون وممكن حضرتك لو النار عندك اعلى من كده والحروف طلعت على جناب الاناق اللي انتي شغالة فيه لازم تمسحيها بفرشة فيها مية بس انا مش محتاجة لان الحمدلله مفيش حاجة مرت من الجهاز احنا مع بعض خطوة بخطوة دلوقتي احنا كده خلاص عادة كده حوالي تمن دقايق على الشربات بتاعنا انا عملت له اختبار كده بادايا لقيته لازج يعني خلاص كده احنا هنقفل عليه النار وهنبدأ بقى احنا مش عايزينه ينشف قوي ويعظم عشان ما يبقاش طوب احنا عايزينه يكون ناعم هنسام الله وهننزل بقى بجزن هندي بتاعنا ونقلب بسرعة جندا جدا زي ما حدركوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله ولك وفايل الله كده هو لسه عاوز تاني ما شاء الله هو كده المعيار بتاعنا اخد مية خمسة وعشرين جرام خلاص كده هنروح بقى نصبه مع بعض بسرعة 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 في الصينية عشان خاطر ما يكملش دلوقتي بقى هنحطت الكيس هنا هننزل عليه السكر بتاعنا عشان ده بينشف بسرعة جندا جدا هنبدأ نزبطه وبعد كده نبقى نحطه في الصينية عشان انا حاولت ان انا انزله كده لقيته بينزل بصعوبة جندا فانا هنزله الاول دلوقتي كده بسرعة سرعة عالية بسم الله هدي بقى عشان هشتعل بقى داقية نظيفة انا داقية نضيفة بسم الله مافيش مشكلة هو سخن شوية انا ايدي وقدا على الحاجات السخنة. هنبدأ بس نحط داكبه سريعا. عشان خاطر يبدأ يمسك فيه. انا شغالة في بيتي لولادي يعني ما فيش اي مشكلة عندي ان انا بيتي عادي خالص. لو حابين نحط شوية زبيب ما فيش مشكلة. اهو كم واحدة زبيب كده. نغرزهم كده. لازم يبقى الشغل فيه سريع شوية. عشان دا بينشف بسرعة جمدة. عشان السكر اللي فيه. انا مرشو عندي اي مشكلة ان انا اشتغلت بادي. اللي يعرف يملك يشتغل بحاجة تانية بمعلقة ما فيش اي مشكلة. بس انا يعني ملك ان انا اشتغل بادي وهو سخن ما فيش اي مشكلة. اللي ما يحبش بقى دي حاجة الجعل هو. بس انا شايف ان هي عشان ما تنشافش مني. فلازم اتصرف بسرعة يعني. احنا طبعا دا اجتهاد مننا. احنا مش صناعية في الشيء دوت. ولكن احبين بس ان احنا نعمل افكار جديدة. انا عملتها سنة اللي فاتت بس طبعا انا مكنش لسه قائمة على قناة يعني. فما صورته اش. بسم الله. دي بالضبط. هتقعد ساعتين. وهنلاقيها نشفت وباقت تماما تماما. طعمها فضيعا. فضيعا. طعمها رائع بجد. مش قادر على طعمها اعمل اعمل سيء. هنسيبها بقى هنحطها افصانية مفرودة. تبرد وبعد كده راضحة مع بعض. دي راضحة بيبقى لبي بعد مرور حوالي ساعة كده او ساعة ونصف. آآ نبدأ بقى نسامي الله كده. ونقطع المربى بتاعتنا. طبعا احنا ايه؟ هنسامي الله كده بالراحة. علشان خاطر. ما تتقصرش لان هي طبعا سكر. وزي ما حضراتكوا عارفين. اه السكر حساس جدا. هنبدأ نسامي الله. نبدأ عجازة كده بالراحة. طبعا احنا اعجاز طبعا ان ستة بيت. بتعمل حاجة زي بتاعة الشارع. بحاجة جميلة جدا يعني. لان دي مصانع وبتبقى حاجات الناس بخضرات يعني. فالحمد لله ان احنا عارفنا نعمل حاجة يعني. هنقطع بقى واحدة واحدة كده. ونرصها في الطبق ونرجع لكم. كده حبايا بقلبي. خلاص احنا قطعنا معانا المربى بتاعتنا. مربى الجوز الهن. اهيه. بسم الله ما شاء الله ولا قاطق الا بالله. حاجة جميلة جدا جدا. شايفين السمك بتاعها. ولا تخينة ولا رفياعة. ولا فيها اي حاجة نشفة ولا معظمة. ما شاء الله عليها. طعم وريحة ولون. مش قادر اقول لكم. ان شاء الله لو تبعتوا الخطوات مظبوطة. هتطلع بالنتيجة الجميلة دي. وكمية حلوة من كوبات سكر وكوبات جوز هند. وده ودقة اللي باقي منها مطرح طبعا ما بنطحها. بيطلع فيه كسر منها. اه انا لميته طبعا لان ده ما يفعش حاجات ترني فيه. عايزة بقى وري حضراتكو. بصوا نعمل زي يا جماعة. بصوا. يعني حاجة كده وهم. وهم والله العظيم. هايه لو جربتوها? مش هتندموا. وان شاء الله بازن الله. يا ريت لو عجبكو الفيديو بتاعي. ما تنسونيش في اللايك وسبسكرايب. واريت دعوة حلوة من الالف كل عام وحضراتكم بخير. واشوفكم على خير فيديو تاني ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.